يوما بعد يوم تثبت الاكتشافات الاثرية حجم الارثى الحضاري والاثري الكامن تحت تراب العراق ففي ذقار مؤخرا كشفت دائرة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للاثار والتراث عن اكتشاف البعثة الفرنسية العاملة في تلول السنكرة في مدينة لارسة القديمة قصرا يعود للملك سين ادنام البابلي يحتوي على عشر حجرات وملحقات اخرى الاكتشاف يعد الاخيرة في سلسلة الاكتشافات الاثرية المهمة التي تسلط الضوء هذه المرة على حقبة العصر البابلي المفصلية في حضارة وادي الرافدين وفي اكتشاف اخر اكد مدير مفتشية اثار ذقار توصل بعثة الاثار البريطانية العاملة في المحافظة منذ اسابيع لاكتشاف مسجد طيني يعود للعصر الاموي في مدينة كبيبة الاثرية شمال المحافظة المسجد الذي يعود للفترة الاسلامية الاموية لسنة ستين هجرية بلغت ابعاده نحو ثمانية في خمسة امتار ويتسع لنحو عشرين شخصا ويقع المسجد الاثري وسطى مدينة سكنية واضحة من خلال اكتشاف البيوت في محيطه ويؤرخ هذا الاكتشاف لبداية ظهور الدولة الاموية في هذه المناطق كما انه يعد من النوادر التي صمدت بوجه التغييرات المناخية لتبقى معالمه واضحة حتى الان